السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اتهام الناس بالباطل من الظواهر التي بتنا نراها في حياتنا اليومية وهو ان بعض الناس يفترون على ابرياء ويفترون على اناس ما هم بمجرمين ويقعون في خطيئة قبل ان يعاقب عليها القانون فان الرحمن من فوق سبع سماوات يرفضها وينهى عنها ربنا عز وجل قال في كتابه العزيز اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يتكلم ربنا عز وجل عن الافتراء على الابرياء حينما نلقي الاتهامات الباطلة على اناس ما جنوا شيئا ثم تنتشر هذه الاشاعات وتصبح كأنها حقائق ربنا سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لهذا اعتبر العلماء والفقهاء والمحدثون أن افتراء على الابرياء جريمة عظيمة وخطيئة منكرة جالبة لغضب الرحمن لدى على الانسان أن يحرص على عدم الاعتداء على الناس سواء في الاعراض والاموال او الانفس بدنا نلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي عدة تسجيلات وعدة فيديوهات الناس بعضهم يتكلمون في بعض قد يكون الانسان بريء وتلقف اليه التهم الباطلة ثم يتلقفها اخرون وينفخون فيها ثم بعد ذلك تصير كأنها حقيقة من الحقائق بعض الناس يصيبون الناس الاخرين في اعراضهم وفي سمعتهم ومنهم من يصيبه في امواله ومصالحه وكل هذه الامور منهي عنها نحن امة الاسلام امة لا اله الا الله دستورنا الخالد القرآن والسنة ينهان عن كل هذا نحن نأخذ التوشيهات والارشادات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حرص على ان يوصي الامة الاسلامية قبل ان يودع وقبل ان يلتحق بالرفيق الاعلى في حجة الودع المشهورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي صحابته ويوصي الامة الاسلامية قاطبة الى قيام الساعة فيقول ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كان يشدد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ليبين حرمة وحرمة الدماء والاموال والاعراض ثم اشهد الصحابة على ذلك ثم امرهم بان يبلغ الشاهد منهم الغائب كان يقول الا هل بلغت اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد منهم الغائب هذه وصايا خالدة ينبغي ان نعمل بها في كل وقت وحين واعظم من اساءة الظن بالناس هو ان البعض يقع في البهتان هناك سوء الظن وهناك اكبر منه البهتان ما هو البهتان الذي بيتنا نراه على صفحات التواصل الاجتماعي وبين السياسيين وبين الفنانين وبين الرياضيين بل وبين الدول المجاورة الشقيقة التي يربط بينها رباط الايمان والاسلام بيتنا نرى سوء الظن واتهام المتبادل والبهتان البهتان خطير جدا ومنهي عنه ومحرم وهو انك ترمي الناس بما لم يفعلوا وتترهمهم بما ليس فيهم وهذا اخطر من سوء الظن وربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وقال جل جلاله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لهذا لا يحل لأحد أن يبهت أخاه مهما كانت الدريعة التي يتدرع بها وكل من وقع في مثل هذا نقول إن الله غفور رحيم شريطة أن يتوب الإنسان إلى ربه وأن يتحلل من ظلمه وأن يعزم على عدم العودة لدات الفعل لأن إبليس كل يوم يقوم بالوسوسة للعباد ونتفاجأ على صفحات التواصل الاجتماعي بآلاف من التسجيلات بعضهم يضرب بعضا وهذا أمر يسيء إلى حياتنا وإلى مجتمعنا اتهام الناس في الأعراض ربنا سبحانه وتعالى اعتبره من الخطايا التي تغضبه والتي ينزع ميها البركة على الناس وعلى حياتهم هذا الاتخام فيه عدة مظاهر هناك من يتهم الناس في نواياهم هناك أناس عندهم إما شخصيات عامة وإما أناس لهم صوت في المجتمع وإما لهم أثر أو أيض بيضاء فمنهم من يتهمهم في النية هل هذا صادق فيما يقول وفيما يفعل أم أن نيته سيئة الأصل أنه لا ينبغي أن نتهم الناس في نواياهم ومقاصدهم لأن ذلك من آفات الأعمال وربنا سبحانه وتعالى نهان عن ذلك لأن الأمنيات والقلوب لا يعلم بها إلا بارئها نحن نحاسب الناس على أفعالهم الواقعة البينة المقصودة لهذا ربنا سبحانه وتعالى نهان عن ذلك وقال وَلَتَقُولُ لِمَنْ أَلْقَ إِلِكُمُ السَّلَمَةُ لَسْتَ مُؤْمِنَةُ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَةِ الدُّنْيَا ببساطة يوقع الناس في اتهام بأنهم غير مؤمنين وغير صادقين وغير وطنيين وغير إنسانيين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقع في حياته أن رأى صحابيين أحدهما يتهم الآخر في نيته فقال إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس ولا أن أشق بطنهم دعوا الناس وأمرهم لا تفتش وراء الناس لا تبحث عن قلوبهم ولا تشق بطنهم ولا تتهمهم في نواياهم لأن هذا ما دام الإنسان لم يفصح عن مراده وعن نيته فالأصل فيه أنه يبقى بريء ولهذا علينا أن نبتعد عن اتهام الناس في نواياهم لأن في ذلك إساءة كبيرة لهم هذا ما يقع في الحياة الحزبية وفي الحياة السياسية وفي الشأن العام نرى ذلك كثير جدا وأخطر منه ما نره في عالم النساء عالم النساء هناك الكثير من الجهات بعضها مع بعض تقوم بالاتهام وتقوم بوضع التهم الباطلة والتكلم في الأعراض هذا كله مما حرمه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم هناك من يتهم النساء ويقذفهن ويدعي بأنهن وقعن في كذا وكذا والمرأة عفيفة وهي سليمة وبعيدة عن الشبهات ولكن قيل وقال وصار ما يسمى بالتحرش الإلكتروني بين النساء وصار هناك من يتبادل الصور ويتبادل عدة أشياء كلها فيها ظلم وفيها بهتان للآخرين والعياد بالله فربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لهذا سيدنا النبي كان يحذر ويتوعد أن من يقع في القدف قدف الأبرياء والبريئات هذا من الموبقات كان يقول اشتنبوا السبع الموبقات قالوا يرسل الله ما هن؟ قال من بينهن قال وقدف المحصنات المؤمنات الغافلات أنك تقضف نساء بريئات وكم من مرأة طلقت من زوجها وكم من أخت ضربها أخوها ضربا مبرحة وكم وقع في الإدارات وفي التعاونيات وفي المقاولات ظلم النساء بعضهن لبعض أو ظلم الرجال لنساء ويبدأ ذلك بسوء الضم وبيقدفهن بالباطل ربما نتسأل ما هي الأسباب التي تجعل بعض الناس يقوعون في سوء الضم وفي الإفتراء وفي المهتن ربما قد يكون ذلك أمور كثيرا في حياتنا إذا تأمننا نلاحظ أن ظاهرة الإختلاف والتفرق والتحزب والتشردم هذه كلها تجعل كل إنسان ربما ينتمي إلى حزب أو إلى تيار معين يتهم الآخر بالباطل وقد يأتي بكلام وبإدعاءات لا أساس لها من الصحة وهذا الأمر ليس حديث العهد بل هو كان دوما في التاريخ دائما نلاحظ كل ما كانت في منطقة فيها تعدد غير سليم وكل ما كانت حزب وتشردم واختلاف يؤدي إلى التفرق وتضارب المصالح فيضرب هذا هذا ويضرب ذاك ذاك وتكون المصلحة العامة هي الضائعة هذا أمر كان في التاريخ ولطالما حصل في الأمم الماضية لهذا ربنا سبحانه وتعالى كان يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم بغيا بينهم فهذا الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى السرط المستقيم يحكي كيف يقع الاختلاف على أشياء بديهية أشياء واضحة وضوح الشمس في إز الظهر ولكن يقع الاختلاف لماذا للبغي وللعدوان ولتمس الحقائق وللرقوب على الموجة قد يكون السبب هذا الافتراء والبهتان هو هذا التشردم وهذا التحزم وقد يكون أيضا سببه هي أمراض النفس من الكبر والحسد والحقد والكراهية التي قد تسكن في قلوب بعض الناس المرضى كل من سكنته في صدره هذه الأحسيس فإنه يشعر بأنه يميل إلى الفرقة ويميل إلى الاختلاف وينفر من الألفة تجده دوما إذا دخل إلى تجمع لا بد أن يثير العذاوة والبغضاء لا يرتاح أن يكون الناس على كلمة سواء أن يكونوا مطمئنين أن يكونوا متفقين أن يكونوا متقاربين أن يضعوا يدهم في أيدي بعض لتحقيق المصلحة العامة لا يرتاح لابد أن يقع هناك فوضى ويتصيد الأخطاء ليقع هناك نوع من الفتن وسببه الكبر والحسد والحقد والكراهية ثم نلاحظ سبب آخر هو سادة في وسائل التواصل الاجتماعي وهو كترة الكلام بلا فائدة فهناك الكثير من الكلام ومن اللغو بلا فائدة وكلما كطر الكلام كطرت معه الغيبة والنميمة وكطرت معه شهادة الزوري والقدف للأبرياء والتضليل والكذب كطرة الكلام قد تؤدي إلى الكثير والمزيد من الفوضى ثم إن هناك أناس آخرين من الأسباب التي تجعل هذا الافتراء وسوء الظن والبهتان هناك أناس يستمرئون الكذب هو يتلدد بالكلام الذي فيه غيبة ونميمة وبهتان يتلدد بشهادة الزور يتلدد بأن يضرب هذا بهذا وذاك بذاك هذه الأمور أيها الأحبة الكرام لا يشعر بحقيقتها ومرارتها إلا من كان ضحية فاسألوا ضحايا وما أكثرهم ضحايا رجال ونساء في عالم الفن وعالم الرياضة وعالم السياسة وعالم الاقتصاد وداخل الأسر وفي المجتمع وفي الميادين الشغل انظروا واسألوا ممن تعرضوا لشيء من ذلك إنهم يتألمون في صمت ومنهم من أصيب بمرض نفسي وهناك من أصيب بإحباط لأن فيه إيداية للنفس وإيداية للأسرة وللمجتمع نقول لهؤلاء الأحباب الذين تأثروا اسبروا اسبروا وصابروا لماذا لأنكم لستم أنتم وحدكم ممن تعرض لمثل هذا القرآن الكريم حينما يتحدث عن شخصيات عبر التاريخ يحكي لنا أعداد من النماذج البشرية وقع لهم مثل هذا الظلم ومثل هذا الافتراء ومثل سوء هذا الظلم نذكر على سبيل المثال وتعلمونه جميعا نبي الله يوسف هذا نبي يوسف عليه السلام نبي اتهم في عرضه مع أنه كان بريء كما قال ربنا عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح الظالمون هذا بريء ولكنه تعرض للإغواء وتعرض للتحرج ولما وقع ما وقع سرعت المرأة إلى الافتراء عليه وقالت لزوجها إن هذا الشخص الذي قمت بالإحسن إليه لقد تحرش بي وغلق الأبواب وأراد أن ينال من عرضك وعرضي وصر يوسف البريء صره المتهم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم فكان سيدنا يوسف عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى ابتله بالسجن فصبر واحتسب هذا نبي وصادق وربنا يشهد صدقه ويتابع أحداث حياته وفصولها من فوق سبع سماوات قصه علينا ليكون عبرة فإذا وقع عليك شيء من ذلك أيها الإنسان اعلم بأن هناك من هو خير مني ومنك نبي من أنبياء الله تعالى وقع عليه الظلم ووقع عليه الافتراء واتهم بالباطل وزج به في السجن لأنه الإيام في السجن أبرياء إيام وراء الأقضبان هناك أبرياء وقع لهم ما وقع يحكي القرآن الكريم عن أشخصيات كتر لهما فضلاء وعظماء وقع لهم الظلم والبهتان حتى الأنبياء حتى في العرض ما وقع لنبي الله موسى عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام أيضا كان وقع له اتغام بالباطل موسى كان حييا كان فيه الحياء وكان يتستر نبي اليهود عليه السلام موسى فيه الحياء الشديد ودائما يتستر ولا يحب أن يرى جلده فكان دوما يخفي جلده ويخفي بشرته عن الآخرين وكان بعض الناس لا يستحيون أنهم يستحمون أو أنهم يسبحون فيكشفون عن أجسادهم ويتظاهرون ببشرتهم لكن سيدنا موسى كان دوما كان يبالغ في التستر كي تغطى من جميع الجوانب فبدأ الناس يقولون سوء الضم قالوا لأن موسى فيه عيب بشلده منهم من قال إن به برص برص في شلده لهذا كان يتخفى وكان يتستر ليس حياء وإنما حتى لا ينال انتقاد الناس بل منهم من زاد في الكلام وقال إن موسى كان ليس له خصيتين أنه لم يكن رجل لم يكن عنده القدرة على العلاقة الجنسية بدون خصيتين وقالوا كلام كثير مثل هذا والكلام انتشر وصدقه الناس ولم يدافع موسى عليه السلام عن نفسه لماذا لأنه كان يتنزه عن كل هذا ولما أرد ربك سبحانه وتعالى أن يبرئه أنه يوما ما خل وحده في مكان أرد أن يغتسل ويستحم فوضع ثيابه على الحجر وصار بعيد عن الناس وصار عريان يغتسل لا أحد يراه ولما انتهى من غسله وفرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها إذا بالريح تجري بثيابه الريح تأخذ الثياب بعيدا فموسى أرد أن يأخذ الثيابه وهو عريان والريح تجري وهو يتبع يتبع ثيابه حتى انتهى به الأمر إلى مجلس كان فيه جماعة من بني إسرائيل فرأوه عريانا كما ولدت أمه فرأوه أحسن مما خلق الله رأوه وهو سليم من كل عيب ما فيه لبرس ولا عيب في جلده حتى رأوا 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 خصيته ورأوا قلمه وجدوا بأنه إنسان سوي ومبارك فنزل قول الله سبحانه وتعالى يبرئ سيدنا موسى عليه السلام يقول يا أيها الذين آمنوا لتكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها خطاب وجه الله للمؤمنين في كل زمان وكل مكان إياكم أن تفعلوا مثل ما فعل هؤلاء القوم مع نبيهم موسى عليه السلام لتكونوا كالذين آذوا موسى هم طائفة من بني إسرائيل فبرأه الله برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه محبوب وجميل ومقبول وألقى عليه محبة منه سبحانه وتعالى ليد أيها الأحباب الكرام في حياتنا اليومية ونحن نعيش حركة سياسية وحركة فنية وحركة رياضية وتموج في الأحداث علينا أن نضبط ألسنتنا علينا أن نصفي نفوسنا علينا أن نحضر أن نتحدث عن الناس في غيابهم بما يسئوا لهم علينا أن نتجنب سوء الظن والبهتان لأن ربنا عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك يقول إياكم والضن فإن الظن أكذب الحديث علينا ونحن نتلقى الأخبار الأخبار كثيرة تريد علينا كل يوم وقد سرى زمننا هذا بفضل الأقمار الإصطناعية والشبكة العنكبوتية وكترة الروافد التي تأتين منها الأخبار منها السليم ومنها الغير الصادق ومنها الصقيم ومنها المبالغ فيه علينا أن نتتبت من كل الأخبار التي نسمعها وخصوصا إذا كان من ينقلها كاذبا أو كان مغرضا يريد إشعال الفتنة لأن الإنسان قد يتعرض بعد ذلك للندمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى ما يحبه ويرضاه ويرزقنا صدق النية وحسن الطوية اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشترك في القناة اشترك في القناة